المتابعة ينضم إلينا في الستوديو العميد خالد عكاشة عضو المجلس الوطني لمكافحة الإرهاب سيدة العميد بداية أبدأ معك بما يمكن التقاطه من بيان وزارة الداخلية الكويتية يعني ما طلعناه مؤخرا وما صدر من وزارة الداخلية الكويتية منذ ساعات قليلة يشي بأن دولة الكويت تتعامل بأقصى درجة من درجات المهنية والاحترافية في التعاطي مع هذا الأمر لم تضع أي اعتبارات سياسية أو أي تحفظات تعملت مع خلية مطلوبة للمثول أمام القضاء المصري نظرا لارتكابها أعمال إرهابية تحدث بشفافية وبجرأة محسوبة السيد وزير الداخلية وأجهزة الأمن الكويتية فأنها لن يقتصر الأمر على تسليم هؤلاء المطلوبين إلى السلطات المصرية بل سيستدبع ذلك عمل داخل الأراضي الكويتية من أجل الإحاطة الكاملة بأي شكل من أشكال المساعدة التي كانت تقدم أو يتوقع أن تكون قد قدمت إلى هذه الأطراف أثناء قامتهم على أراضي الدولة الكويتية على الرغم من أن الكويت لا تعتبر جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية برأيك هذه القضية هل ستؤثر على هذه الجماعة في الدول التي لا تعترف بها كمنظمة إرهابية؟ بالطبع ستأخذ هذه الخطوة الكويتية شكلا جديدا في التعاطي مع الخلايا الإخوانية قد تكون لدولة الكويت كامل الحرية والكامل التقدير الخاص بها في أنها لا تعتبر تنظيم الإخوان بشكل عام جماعة إرهابية لكنها تتعامل مع من يخالف القانون الكويتي من يخالف قواعد السلم والأمن الداخلية إن كان هذه الخلية قد ارتكبت أو كانت تخطط لارتكاب أعمال إرهابية في داخل الكويت أو تقدم الدعم أو تساعد أطراف أخرى هذه المفاهيم الجديدة في مكافحة الإرهاب وملاحقة الخلايا الإرهابية على مستوى العالم أعتقد الكويت ترسي هذه المبادئ الآن عبر أجهزتها الأمنية وعبر سلطاتها القضائية يعني هنا أشرت إلى أهمية مكافحة هذه الخلايا الإرهابية هل يمكن مكافحة هذه الخلايا دون أيضا النظر إلى خطوط أو قنوات التهريب هناك بعض الدول تعتبر من أهم الدول المصدرة أو محطات عمور مثل تركيا مثلا هل ما زال هذا الخطر اليوم موجودا هذه القنوات ما زالت تشكل درجة خطورة عالية برأيك هذا هو ما أشرت إليه حضريك في السؤال السابق الخاص بالمتغيرات التي قد نشهدها على خلفية هذه القضية وهذه الإجراءات الكويتي أن هناك متغيرات بدأت دول العالم جميعها تأخذ بها مسألة الدعم غير المباشر أصبح محل نظر أمام الأجهزة الأمنية تسهيل مناطق العبور الانتقال نحن نتحدث عن إرهاب دولي متعدد عبر للحدود ربما هذه الخلية بجميعها جنسيات مصرية لكنها في الوقت ذاته كانت موجودة على الأراضي الكويتية الكويت لم تصل إلى نتائج بل بالعكس فتحت أسئلة حول أن هذه المجموعة قد تكون تخذت الكويت ملازا أمنا وأيضا تخطط الارتكاب أعمال إرهابية أو مساعدة خلايا إرهابية أخرى في دولة حتى ولو خارج الكويت هنا هذه الخطوات هي الخطوات الجديدة التي أصبحت دول العالم جميعها تعي هذا القدر من التطور لدى الخلايا الإرهابية وبدأت بالفعل تضيق الخناق وتضيق مساحات الحركة أمامها نفس هذه الأمور تجري أيضا على مستوى التمويل وعلى مستوى القنوات الفضائية التي تروج لنشاطات هذه المجموعات وهذه الكينات غير القانونية كل هذه الأشكال الجديدة من المكافحة بدأت تنتشر في كثير من الدول حول العالم وهذا الأمر أظن وسيؤثر بشكل إيجابي في تقليص مساحات تحركات هذه المجموعات وقدرتها على ارتكاب عمليات إرهابية هذه الجماعة دائما كانت تتهم مصر بأنها تنتزع الاعترافات من زعمائها أو من أعضائها بالقوة وتتهمها بالفبركة اليوم التحقيقات والقاء القبض على هذه الخلية خارج الأراضي المصرية هل ما زال لديها أي مجال للمناورة أو التحريف ربما وتوجيه الاتهامات هذه السردية الإخوانية الحقيقة والأكاذيب المزيفة التي دأبت جماعة الإخوان على ترويجها منذ سنوات وهي بدأت تتحطم شيئا فشيئا وبدأت تسقط أمام المتابعين والرأي العام بدأ عربيا وامتد الآن ليصل إلى الرأي العام العالمي أصبح لا يتعاطى مع مثل هذه الروايات المزيفة الدولة الكويتية كما أشارنا منذ قليل تعاملت بقدر عالي جدا من المهنية والاحترافية استطاعت الحصول على اعترافات من هؤلاء باستجوابات قانونية شفافة واضحة بأنهم قد انخرطوا في أعمال إرهابية على أراضي الدولة المصرية الدولة المصرية هي الأخرى تتعامل بقدر عالي من الاحترافية لا ينظر القضاء المصريين أو المؤسسة القضائية المصرية بكاملها إلى جدية الاتهام إلا إن كان لديه أدلة ثبوتية بحق هؤلاء المتهمين أو بحق خلية بعينها إن لم تقدم أجهزة الأمن المصرية وجهات التحقيق ممثلة في النيابة العامة أدلة مادية ثبوتية حقيقية لا تقتنع السلطات القضائية بكون مثل هذه الخلايا أو الأشخاص متورطين وعشرات تقبل ربما الألاف ممن كانوا مقبوض عليهم في السنوات الماضية خرجوا بأحكام بالبراءة نظرا لتعذر تقديم مثل هذه الأمور وهذا ينسف الرواية الإخوانية المكذوبة بكاملها ومن جدرها وكما أشارنا انحصر مسألة تصديق مثل هذه الأطرحات أو هذه الادعاءات حتى على المستوى الدولي وبدأت دول كثيرة على مستوى العالم تقوم بتسليم أعضاء التنظيمات الإرهابية إلى دولهم كي يقوموا بإجراءة التحقيقات اللازمة شكرا جزيلا لك العامة خالد عكاشا عضو المجلس الوطني لمكافحة الإرهاب شكرا لك شكرا لك